احتجت الكنيسة الانجلية الاسقوفية في القدس والشرق الاوسط على اغلاق مستشفى المعمداني في مدينة غزة نتيجة لاخلاء عدة احياء سكنية بامر من جيش الاحتلال الاسرائيلي وذكر بيان صادر عن مطرانية القدس ان جيش الاحتلال اكبر المستشفى على الاغلاق مضيفا ان جيش الاحتلال اعلن تصنيف المنطقة كمنطقة حمراء واكبر الجميع على اخلاء كل المباني الى ذلك يتفقم الجوع في شمال غزة على نحو متزايد حيث لا يظهر العدوان الاسرائيلي اي تعلمات على التراجع بعد مرور تسعة اشهر على اندلاع الحرب المدمرة وحذر الكثيرون من ان الجوع ينتشر في المنطقة حيث لا يتمكن الاشخاص الذين انهكتهم الحرب من شراء المواد الغذائية من الاسواق هنا في مخيم جاباليا للاجئين لا شيء سوى الدمار ورائحة الموت التي تفوح من كل مكان هنا لا شيء سوى الخوف والجوع والمستقبل المجهول الفلسطينيون في هذا المكان الذي كان قديما سوقا يعج بكل انواع السلع قالوا ان وضع الجوع في شمال غزة يتفاقم على نحو متزايد حيث لا يظهر العدوان الاسرائيلية اي علامات على التراجع بعد مرور تسعة اشهر على اندلاع الحرب المدمرة رجعة المجاعة نفس السيناريو الآن نطلع في السواق زي ما انتوا شايفين هذا ما السوق طبعا اكثر ما فيه البهارات والمعلبات اللي على باللحمة وطبعا لطحين والاسعار طبعا فوق فوق الناس ما بتقدر تشتري الاسعار المعلبات لانه ما فيش دخل عليها الكثيرون حذروا هنا من ان الجوع ينتشر في المنطقة حيث لا يتمكن الاشخاص الذين انهكتهم الحرب من شراء المواد الغذائية من الاسواق اذ لا يتوفر سوى القليل من هذه المعلبات التي تباع باسعار مرتفعة اذا وجدت اساسا المعلبات لا تكفي حاجة الانسان احنا منقول يا ريت في معلبات ناكل لكن في حد ذاتها هي مرض ما فيش اكل صحي فيش مساري فيش نقود فرض القلبات غسيل الكلا كله مات كل السرطانات ماتت اخترية ماتوا شبا مش يريد يمشوا اطفال ماتت من الجوع طب لا وقت ايش اننا تسع شهور وحنا بنعاني من كلام هذا ما حد بتطلعنا لا وقت ايش الى ذلك تتزايد التحذيرات من تفاقم المجاعة في القطاع بشكل عام ومحافظتي غزة والشمال بشكل خاص بسبب منع اسرائيل ادخال المساعدات والغذاء والدواء مما ينذر بارتفاع اعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الاطفال الذين باتوا تحت التهديد المباشر لسوء التغذية اشتركوا في القناة